نادي كنو مش أقصر وأقصر كل طول عندي عشرين أقصر واضر جبني سبباني عسين أحرق أمر زي ما انتوا شايفين ده فيجو تشويقي لتيشيرت النادي الآلي في الموسم الرياضي الجديد عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين مع احدى شركات الملابس الشهيرة رقم واحد على مستوى العالم وبالتأكيد النادي الآلي خلال الساعات القليلة القادمة هينشر بقى بشكل رسمي الفيديو الخاص به زي الرسم للنادي الآلي في الموسم الافريقي القادم والموسم المحلي خلال الفترة القادمة بالنسبة لفريق القورة لكن خلاص خلال لحظات أو خلال ساعات هيتم الاعلان بشكل رسمي من خلال بقى الزي اللي يرتديه النادي الآلي في أول مبارياته ان شاء الله أمام اتحاد المنستيري التونسي يوم الأحد القاضي طيب تريند الآلي واللي اتكتب على النادي الآلي خلال الساعات الأخيرة لأن الساعات الأخيرة بالتأكيد كان فيه كلام كتير جدا بخصوص النادي الأهلي في السوشيال ميديا نبدأ مع بعض بحساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على الفيسبوك قالوا كولار يستبعد بيرسيتاو من رحلة تونس لمواجهة اتحاد المنستيري تفاصيل الخبر أن كولار استبعد بيرسيتاو جناح الأهلي من رحلة الصفر وفضل أن يكون فيه تدريبات تأهلية هنا في القاهرة لعدم جهزية اللاعب من الناحية الفنية بعد تعافي من الإصابة بشد في العضلة الأمامية خلال الفترة الأخيرة كلنا شفنا كان فيه برنامج تأهيلي لبيرسيتاو خلال الفترة الأخيرة وبالتالي لسه الجهزية الفنية للمباريات الرسمية مرسل كولار ما خدش فيها قرار رسمي عشان يحدد إمكانية خود تاو للمباريات الرسمية وبالتالي بنسبة كبيرة طبعا مش هيكون موجود في أولى اللقاءات حساب يلا كورة على تويتر قالوا وفقا للبرنامج التأهيلي الذي وضعه كولار لللاعب كهربا يخود فترة تدريب إضافية عقب نهاية المران الصباحي لفريل أهلي تحت إشراف مدرب الأحمال استمرت 30 دقيقة حسب المعلومات اللي عندي أن مرسل كولار معجب جدا بإلتزام كهربا خلال الفترة الأخيرة وخلال التدريبات وكهربا واخد تحدي أنه هو الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون موسم جديد بالنسبة له مع النادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله بعد انتهاء مباراة الزهاب والإياب في البطولة الإفريقية هيكون كهربا متاح للمشاركة بعد ما يسدد بقى الغرامة والأمور المتعلقة بالغرامة في الفيفا لكن بعدها إن شاء الله هيكون جاهز بإذن الله للمشاركة مع النادي الأهلي تبقى للرؤية الفنية لمرسل كولار لكن كهربا عندنا ثقة إن الموسم اللي جاي هيكون موسم مختلف وإن شاء الله يقدم المستوى اللي احنا عارفينه عن الكهربا لأنه تحدي جديد وجهاز فني شايف إن الكهربا بيظهر بشكل طيب جدا في المباراة سواء قهربا برونو سافيو حتى مصطفى سعد وشاد حسين اللي عامل منافسة قوية جدا فيه خط الهجوم نروح كمال للمصري اليوم الرياضي وأمور متعلقة بمحمد محمود حساب المصري اليوم الرياضي على الفيسبوك قاله أن محمد محمود يرفض الرحيل عن الأهلي ويطلب فرصة من كولار محمد رفض وعايز يكمل مع الأهلي اللجنة التخطيط تلقت عروض للحصول على توقيع اللاعب ويطلع أعارة لجنة التخطيط تواصلت مع قولار وأبلاغته بعروض اللاعب ومنحهم ضوء الأخضر ري رحيله لكن محمد عايز يكمل وبيطلب الفرصة من المدير الفن السويسر عشان يثبت وجوده خلال الفترة القادمة طبعا إن شاء الله محمد من اللاعبة المميزة يمكن الإصابة بعدته فترة طويلة جدا يعني حوالي سنتين لكن إن شاء الله يقدر فيه المباريات الرسمية الفترة اللي جاية يكون ليه دور مهم جدا مع لعبي خط الوسط سواء السلية ديانج فاتحي كمان أفشة في بعض المراكز الممكن يعديها محمد محمود لأنه عنده ممكانيات رائعة جدا نتمنى تظهر فيه الفترة اللي جاية حساب كورا بلاس سموحة يتحرك للحصول على خدمات محمد محمود من الأهل كورا بلاس على الفيسبوك من خلال مصادره من سموحة عرض أنه هو يضم محمد محمود لكن حتى هذه اللحظة ما فيش إقناع للعب أنه هو ينتقل إلى سموحة ولو حتى على سبيل الأعارة لمدة موسم ورغبة محمد محمود زي ما قلت في الخبر اللي قبله أنه هو يكمل مع النادي الآلي عايز يثبت وجوده عايز ياخد فرصته وعايز يظهر بشكل جيد مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية نروح لحساب الوطن الرياضي عبد الرحمن رشدان يكشف مفاجئة كولر له ويؤكد الخطيب حفزني عبد الرحمن رشدان يمكن لعيب منضم جديد للنادي الآلي وأحدث الوجول القادمة من نادي وادي دجلة يمكن في تصرحات عبر الوطن سبورت قال أنه يطمح إلى المشاركة بصفة أساسية مع الفريق قال عقدت اجتماع مع الكابتن سارد الحفيز بالإضافة إلى المدرب السويسري مارسل كولر المدير الفني وأوضحوا لي أنهم تعقدوا معي عشان أشارك مع الفريق الأول وليس مع فريق الشباب كابتن محمود الخطيب حفزه وتكلم معاه وقال له إن شاء الله يكون لك دور مع النادي الآلي خلال الفترة اللي جاية كل دي بالتأكيد أمور إجابية جدا تحفز أي لعب صاعد وناشئ ينضم للنادي الآلي ويكون عنده حماس أنه يقدر يظهر بشكل سريع جدا مع الفريق الأول خاصة أنه سنه أنه يكون موجود مع اللاعبة تحت السن لكن أنه يبقى موجود مع الفريق الأول وهو اللاعب تحت السن ده أعتقد يعني حافز كبير جدا لي أنه يظهر بشكل جيد ويحارب على الفرصة مع الفريق الأول حساب كورا إليفن وكلام مهم جدا بخصوص محمد الشناوي وأيضا كمان أليو ديانج للعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء تميز نجمي الفريق وتتجه إلى تعديل عقودهم خلال الفترة المقبلة حفاظا على استقرار الفريق ده مصدر لكورا إليفن أنه في كلام من لجنة التخطيط عايزة تعمل تجديد أو تعديل العود بالنسبة للشناوي وأليو ديانج وده هيتم عقب مبارتي الاتحاد المنستيري لإنهاء الأمر ولكن بشكل رسمي هذا الكلام غير مؤكد للنادي الأهل لم يعلن هذا الموضوع ولم يعلن هذه التفاصيل خلال الفترة الحالية نروح لحساب يلا كورا وتصرحات لجونيور أجايي نقلتها الصفحة الرسمية ليلا كورا على الفيسبوك كال أجاييه كلام مهم جدا قال كان حلم من أحلامي أن أعتزل في النادي الأهلي وقال لعبت خمس سنين مع الأهلي تعتبر يا زيز السنواتي الأهم في حياتي كما أنني شارقت مع العديد من الأساطير في النادي وكان حلم من أحلامي أن أعتزل في النادي الأهلي ولكن في نفس الوقت أنا حققت العديد من الإنجازات في النادي وباب النادي مفتوح لي دايما جونيور أجاييه لاعب نادي سموحة كلام مهم جدا من جونيور أجاييه بيتكلم على الفترة التي تواجد فيها مع النادي الأهلي من موسم 2016 حتى موسم 2021 نتمنى أن التوفيق رب في خطوطه القادمة مع نادي سموحة أخرج إلى الفاصل وبعد الفاصل نرجع ونكمل بقى فقرات برنامج التريند